هذا الموضوع عندما إلينا من لندن الكاتب الصحفي سيد أحمد أصفهاني أهلا بك سيد أحمد يعني إلى أي مدى استبعاد الإصلاحيين وسيطرة المتحددين يعني القضاء على البرنامج النووي الإيراني كما يتخوف البعض وكما جاء على ذكر هذه الصحيحة إذا استسنينا الانتخابات يجب أن نعود إلى الواقع الداخلي في إيران هناك تياران يتعلقان في كيفية التعامل مع مستقبل الاتفاق النووي هناك التيار المتشدد يريد الخروج منه لأن أوروبا خرجت عمليا لم تشارك والولايات المتحدة الأمريكية خرجت وإيران لم تستفد نهائيا من أي مساعدات أوروبية بمعنى أنها تعرض لأقوبات والاتفاق جاهز هذا التيار التيار الثاني يحمل نفس المنطق لكنه يريد أن يكون بهذا تدريجيا بمعنى أن لا يكون هناك قطيعة إيرانية فورية هنا يتحدثون عن خطوات معينة هذه الخطوات المعينة الخروج من الاتفاق شيئا فشيئا لكن بالحد النهائي أن يكون الخروج عمليا بطريقة متدرجة وليس سريعا بغض النظر عن نتائج الانتخابات هل وصول المتشددين يعني أن إيران الآن بعد مقتل سليماني بدأت تنتهج سلوكا أكثر تشددا الآن مع العالم الخارجي ومع الغرب تحديدا الأرجح نعم يعني إيران ليس فقط لعملية نتيجة الاغتيال هذا الاغتيال تشكل ضربة معنوية لإيران معنوية واستراتيجية لكن إيران حاليا تريد أن تتعامل مع الواقع الواقع هو التالي لا يوجد التزام أمريكي ولا التزام أوروبي بالاتفاق النووي وتوجد هناك عقوبات شديدة جدا على إيران لا تستفيد منها أبدا إذن ما هو البديل بالنسبة لإيرانيين؟ البديل بالنسبة لإيرانيين هو عمليا الخروج من الاتفاق لكن مع الحفاظ على خطوط الاتصال والعلاقة مع الأوروبيين تحديدا ترجمة نانسي قنقر